بلاغ لوزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جون إيف لودغيان سيجدد التأكيد خلال محادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالسحراء هورست كولر اليوم سيجدد التأكيد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل قاعدة جدية وذات مصداقية لإيجاد حل للنزاع حول السحراء ويضف البلاغ أن الوزير الفرنسي سيجدد أيضا في اللقاء مع كولر تشبث فرنسا بالاحترام التام لاتفاقية وقف اطلاق النار ودعمها لإيجاد حل عادل دائم ومقبول لدى كافة الأطراف تبقى لتوصية مجلس الأمني الدولي